المهنة الموزايك التجديد المادة في مدينة كفرمبل لبداية التسعينات اجددت عنها في المنطقة على ايد الاستاذ محمد داني قام بتجديد هذه كونه هو فنان ومدرس لمادة الفنون اجدد المادة هذه ببداية التسعينات بعد تم توسيع المجال العمل على نطاق أوسع حتى وصلت مرحلة انصار عنا بالعائلة تقريبا كامل العائلة تشتغل بمجال الموزايك والفسيفوساء حالياً نحن أنشأنا مركز غزال للتدريب المهني وكان تركيزنا أكثر شيء بالمركز على تدريب مهنة المزاييك لفئة معينة من النساء اللي هي نساء الشهداء والمعتقلين لإعالة عوائلهم لكلهم عندهم أيتام وعندهم أولاد فتستطيع العمل بهذه المهنة في بيتها طبعاً بعد ما تخضع دورة تدريبية لمدة 3 شهور تتقن هذه المهنة فتعمل في بيتها بأدوات بسيطة هذه المادة لا تحتاج إلى أدوات كبيرة المواد الأولية موجودة بالمنطقة حالياً نحن نواجه صعوبة وهي صعوبات كبيرة في هذا المجال اللي هي إيصال المادة إلى خارج سوريا لجأنا ألها نحن لحتى نحسل وضعنا المعيشة بما أنها أروميل نحن هاني في المعهد الشي 30 متدربي جينا لهاني ما بنعرف نشتغل شي خالص يعني حوالياً في بيناتنا ومتميزات ومتفوقات ونحن لستادنا في وقت التدريب يعني بعد فترة بدي ننشأ معرض ويتم فيه عرض كل اللفعات اللي اشتغلنا هنا ترجمة نانسي قنقر